موسيقى مسائل الزواج والطلاق والتطليق النفقة والتفريق البنوة والأبوة الحضانة الميراث والرؤية مسائل شديدة التعقيد يحكمها منظومة قوانين هي منظومة قوانين الأحوال الشخصية هل توفر هذه المنظومة حماية كافية للمرأة في العالم العربي هل المرأة هي فقط التي بحاجة لحماية من خلال هذه المنظومة أم نحن نتحدث عن حماية للأسرة بالمجمل وبالتبعية حماية للرجل أيضا الحديث يتواصل معكم إذاعيا معي أنا محمد عبد الحميد في نقطة الحوار الخاصة هذه التي تأتيكم من قلب مكتبة الإسكندرية أرحب بجميع الضيوف أهلا بكم جميعا وأبدأ مباشرة مع ابتسام لطرح وجهة نظرها أهلا بك هل نحن بحاجة لتعديل في منظومة قوانين الأحوال الشخصية وأي البنود تعتقدي هي بحاجة كي نوليها اهتمام أكثر؟ طبعا بالنسبة للقانون في العراق بقى مغيب بعد الانهيار النظام السابق أصبحت العرضة للمشاكل الأسرية لجأت كثير من الأوائل بسبب غياب القانون لحل نزعاتها للتحكم إلى الحكم العشائري دون اللجوء إلى القانون لأن القانون دائما يكون فاسد وتقريبا مرتشي فدائما يلجأوا إلى الحكم العشائري الحكم العشائري يكون ظالم بصورة عامة للنساء أنا أعرف سيدة تعرضت إلى مشاكل مع زوجها واتقت إلى اللجوء إلى الحكم العشائري لأنها من الأقليات تنازلت عن جميع حقوقها بمن ضمن الحقوق تنازلت حتى عن حضانة الطفل بس الحكم العشائري بمعنى ذلك أنها تحدث عن قوانين قبلية هي قوانين قبلية أساسها القانون المدني أساسها الشريعة لا لا هو قانون قبلية عشيرة مع عشيرة ثانية بعيد تماما عن أي شيء بعيد حتى عن الشريعة نعم بعيدة جدا عن القانون المدني يعني مضطرة أن ترجع لهذا القانون المرأة التي أشرت إليها هي اضطرت لجوء إلى القانون الحكم العشائري لأن زوجها رفض أن يطلقها الحل ماذا تعتقدي؟ الاعتماد على قوانين مدنية لازم يكون قانون يحافظ على حقوق المرأة قانون مدني قانون مدني طبعا أنا أجد القانون المدنية طيب سارة أعتقد أنك تختلف مع هذه الفكرة أم تتفق مع فكرة القانون المدني كحل ربما المشاكل التي توجهها المرأة أو توجهها الأسرة عموما أنا عندي بس تعليق معين على نقطة بعيدا عن القانون المدني أنا عندي تعليق معين على نقطة تعديد الزوجات أنا أعتقد بس أنت قفستي للنقاط كنت عايزة أعلق عليها طيب سأعود إليها لكن بما إن ابتسام هي التي أنهت الحديث أريد تعقيبك على هذه النقطة على وجه التحديد وأنا أتحدث بعد عن القانون المدني هل يمكن أن يكون حل؟ أعتقد ممكن يكون حل بس مش هيدي لكل يعني مش هيوفل لكل الزوجات حقوقها بشكل كبير ليه؟ يعني أعتقد أن إحنا الالتزام بالدين وبالشريعة هيكون أكيد فيها النصوص وفيها واجبات يعني ليه حقوق أكثر من القانون المدني وإذا تعارضت بعض البنود البعض يرى أن تفسيرات الشريعة تفسيرات مطاطة لدينا أكثر من تفسير لدينا أكثر من مذهب حتى في ذات الدين ولدينا طبعا ديانات مختلفة إذا تعارضت بعض البنود لمن نلجأ؟ أنا أعتقد للشريعة الإسلامية لأنها تنصف المرأة في حاجات كتير يعني بتوفر لها كل احتياجاتها وحقوقها وواجباتها فأعتقد أن الالتزام بالشريعة الإسلامية وبالحقوق والواجبات التي هي بتوفرها للمرأة هيكون أنصف ممكن بقدر أكبر من القانون المدني لكن هذا عند الحديث عن حالة انصف للمرأة لكن البعض يتحدث عن ضرورة انصف الرجل أيضا وهناك الكثير من التجارب ترصد مخالفات استنادا لقوانين الأحوال الشخصية لكن في حق الرجل من ضمن هذه التجارب بعض التجارب الموجودة في مصر وبعض التجارب الرائدة وأريد أن تحدثني عنها دكتور محمد أنت صاحب أو تقود واحدة من هذه التجارب ترى أن الرجل مظلوم أكثر لماذا؟ لا هو مش الموضوع أن الحركة عندنا رجلية أو ذكورية ضد المرأة بالعكس الحركة بتعتمد على تصحيح العوار اللي موجود بالفعل في قلب القوانين الأحوال الشخصية اللي بيطول الطرف غير الحاضن زي ما قلنا قبل كده الطرف غير الحاضن ممكن تكون إمرأة كويس حصل الظروف أن الأب هو اللي معاه الحضانة فبالتالي في مشكلة الحضانة اللي هي اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتنظم بتنظم دلوقتي عبارة عن ثلاث ساعات أسبوعيا في مركز شباب كويس؟ يعني أنت بتشوف عيلك ستة يام في السنة على مدار فترة الحضانة اللي هي خمستاشر سنة تمام؟ ويبقى فيه تخيير بتشوف الطفل تسعين يوم ده بداع لو فرضنا إيه؟ لو فرضنا إن الطرف الحاضن بيلتزم فعلا بالقانون وإن هو بييجي في المعاد بالزبط على مدد الخماشر سنة يعني حتى الطفل اللي هو بييجي بيشوف الفراش اللي في المدرسة أكتر أساسا من الطرف غير الحاضن تاني حاجة إحنا بنيجي نقول إن القوانين في مصر بتخلي الطرف غير الحاضن بيقمن حقه إن هو يرفع قضية على أساس إن الطرف الحاضن ثلاث مرات متواصلة ما جاش ده مش حقيقي اللي بيحصل إن أنت بترفع قضية من أكتر من مرة بتعود سنة لو حنفترض أنا مش بقول إن الطرف الحاضن هي الأمة فقط لغير لكن حنفترض إن الطرف الحاضن إيه هي الأم هي قريدي قاعدة مع مامتها فالعقاب اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إن الطفل بيتتقل من حضنتها من شهر لستة شهور من الأم لأم الأم يعني طلع من قوضة راح قوضة تانية الأمة بقى زيت نفسيها اللي هي الجدة اللي تنقل لها الحضانة مش من حقها تنفس الرؤية وفيه أعتقد كي محامية معنا هنا هوت لو الكلام ده غير حقيقي ليه؟ لأن الدعوة الأساسية بتاعة الرؤية مرفوعة على الطرف الحاضن اللي هي أسقط عنها الحضانة بالنسبة كعقاب روحي أنت بقى ارفع قضية تانية لغاية برضو بتاخد سنة و سنة و نص وتفضل في المنوال دو لعمر الطفل قد إيه؟ اللي أنا بشوفه أو أربيه لمدة تسعين يوم ده لو أنا عرفت أربيه أساسا ويجي في الآخر يقول له إيه رأيك حبيبي تقدر تروح للطرف غير الحاضن هل ده يعني ده طبيعي؟ بس هل هذه المشكلة الوحيدة التي طراها بهذه القوة في القانون لا هي دي هي دي المشكلة إحنا بالنسبة لنا كحركة ما بنقولش أبداً ما بنشجعش أبداً أبا ما يصرفش على عيله لأن ده التزام كرآني المشكلة الحقيقية بقى في الموال ده كله إحنا في مصر إحنا مش عارفين إحنا قانون مدني ولا قانون على شريع لو إحنا قانون مدني يبقى إحنا وغدين من الاتفاقيات الدولية اللي مصر بالفعل مضي عليها سنة تسين حق الطفل اللي هي الرعاية المشتركة اللي هي زيك زي أوروبا تمام؟ وأكيد في ناس كتير جداً عايشة في أوروبا وعارفة يعني إيه الرعاية المشتركة الأب لا بيتحرب من ابنه ولا الأم بتحرب من ابنها وفي ضوابط وفي ناس بتروح تفتش على الطرف غير الحاضن بتشوف إن فعلاً اللي عيشة بتاعته والأمبيانس اللي موجود هو فيه هل ده صحي ولا مصحي وبقى فيه كل فترة ده اللي هنحنا بنطلب به فضل يا شماع للأسف الشديد يعني مش عايزة تحيز لطرف من من سواء من الأم أو من الأب لكن القانون معروف إن هو حبر على ورق مفيش حاجة بتتنفذ فيه بس مين المظلوم الأكبر طيب؟ بمعنى؟ من المظلوم الأكبر من كون هذا القانون؟ والله المظلوم الأكبر هو الطفل اللي بيدفع على التمن ده الأم لو كانت فيه ديع الحضانة هو ما هو إلا عناد وانتقام يعني لو الطفل فيه مدارس مثلاً خاصة بالفلوس بالأجر يقول لها طيب ما الطفل فيه حضانتك أسرفي أنت عليه وملهوش عندي ولا تعريفة سواء طفل أو اتنين أو خمسة أو ستة والله أعلم تمام؟ بيتهرب من دفع المصاريف تمام؟ تلجأ الأم أن يتاخده تحطه في مدرسة أقل من المستوى اللي هو كان عايش فيه يوم يتدمر نفسيته يتعامل بسلوك غير طبيعي غير سوي أبتدي بقى أخش في حوارات أخرى في نفس الوقت الزوج يطلق وراح تزوج بزوجة أخرى ومطلوب أن ياخد الطفل من الأم ويحطه عنده مثلاً استضافة مثلاً ثلاثة أيام أو زي ما يعني هو حالياً بيطالبه بالاستضافة ثلاثة أيام ليس من حق أن يصديف الطفل تعتقد أنا معاه بس هو لو فكر بعقلانية أنت بتاخد ابنك وبتسيبه في بيتك مع زوجتك اللي هي مرات أبوه وليست الأم وبتخرج للعمل هي الطفلة مما يشوف الوضع ده نفسيته بتسيق بس بالمقابل المرأة حتى الآن بتجاهد من أجل أن يكون لها حقاً أن تتزوج هي الأخرى ولا تكون ودي النقطة الثانية يا فندم اللي أنا عايزة أتكلم فيها طيب لماذا تصال لي بهذا الأمر للمرأة وترفضيها على الرجل؟ الزوج من حقه أن يتزوج ويتمتع بحياته كويس وهي يضيع شبابها وهي يضيع شبابها في حين إذا لجأت للزواج يتم أخذ الطفل منها فهل هي دي عدلة؟ وإذاً هو يفرض الأم مش موجودة؟ طيب يعني يا جماعة هو فيه غير الرجل الأعتقد يأتي في آخر القائمة أو بعض مراحل كثيرة جداً يعني أنا بمعنى لو سمحت لو سمحت أنت تكلمت الدنيا حائل كلام تفضلي 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 تمام؟ أنت تجوزت ودي زوجة يعني هي لو ملهاش حد خالص أو أختها غير قادرة على ذلك أو أمه غير قادرة على ذلك اللي يتاخذ طفله وإمرأة أب تقعد هي وإياه وشها في وشه ما أنتو مفكرتوش في نفسية الطفل دي حتكون شكلها هي طيب أحياناً أحياناً بتكون كما يقال ثانياً فيه نقطة مهمة جداً اللي قد طفعها الكيلة بي بصراحة يعني الزوج أوقات بعد الطلاق يكلم مراته عيني عينك كده يقول لها مش عايز أشوفه مش عايز أي حاجة من يمه لو مات ما تتصلش بها تقولين إن ابنك مات تمام؟ في حال إنك أنت تصرفي عليه والدخلي المدرسة اللي أنت عايزها أنا مش عايز أسمع عنه حاجة لكن في حالة زواجها في حالة زواجها عايز هو من حقه كصورة فقط لغير أنا مش بنحز للنساء يا جماعة إنما زي ما فيه نساء مظلومات وفيه رجالة كمان مظلومة تمام؟ إنما عايز التطبيق العدامة بمعنى بمعنى أنا شاكل كتير في القانون بس أنا واحد أنا ما شفتش ابني من يوم ما تولد ومعرفش شكله حتى الآن هو تولد بعيد عني وتسمى بعيد عني فلحد دلوقتي ما عرفش أي حاجة عنه ومن نسبة لموضوع النفقات أنا واحد زي كتير أنا شغال معظف في شركة بترول فمن نسبة للنفقة هي كده كده قريدي بتتقص من المرتبي وبتروح لها على طول يعني ما فيش تهرب نهائي من الدفع النفق بس على أي أساس يتم منعك من الرؤية؟ وهل حاولت أم تطالب رؤيتك؟ مع قانون الرؤية ما بيتنفس ومن نسبة لإسقاط حضانة ما فيش حاجة اسمها إسقاط حضانة بيروح للموتها كم شهر وبيرجع لها تاني وفي هذه الحالة هل لك حق الطعن مثلا في هذا الإجراء أم لا؟ ما فيش عقاب ليها لعدم تنفيذ رؤية طيب كما ذكرنا في البداية أنا معي أستاذة دينا هي محامية؟ ربما تعطينا حل إذا كان هناك منفذ قانوني لرجل بحالة محمد؟ هل له منفذ؟ بس أنا عاوز أوضح أن قانون الأحوال له كذا باب مش باب النفقات بس ومش باب الرؤية بس وأساسا حكم الرؤية النفقة إحنا لو هنتكلم في الأول عن النفقة فالنفقة دي بتبقى ليها إجراءات طويلة جدا بتاخد بالسنين زي ما ذكرت أنت كزوج ما بتصرفش ولا على نفقة زوجية ولا على نفقة أطفال ولا جميع النفقات أطفال مباشرة من مرتبه؟ دلوقتي إحنا لو الزوجة دي بتقعد بالسنين أنا فيها عندي حالات الزوجة بتنهال لما قلها الدعوة تأجلت تلت شهور تلت شهور بالنسبة لها كارثة أنا أصرف منين؟ أصرف منين؟ دلوقتي النفقة أنت بتمتنع حتى عن مصاريف أولادك أنت مثلا بتطالب بالرؤية فأنت بتمتنع عن مصاريفهم فين مصاريف الدراسة اللي أنت بتدفع؟ بيرفض مصاريف الدراسة بجانب ده نكالا للزوجة مش إدرارا بالطفل هو أصدن هو نكالا للزوجة هو واضح أننا كي لا ننجرف للأسف لحالات فردية يعني واضح أن كل حالة لها خصوصيتها طب أين المشكلة طيب؟ يعني واضح أن أحيانا الزوج بيكون هو المظلوم وأحيانا الزوجة أو المرأة أين المشكلة؟ من ناحية القانونية؟ غير قادرة ماديا فتلجأ إلى حاجات غير متفقة مع المجتمع الواصل طيب بس واضح أنك كما ذكرت يا أستاذ دينا في واضح أن هناك حالات الرجل هو اللي بيكون مظلوم وحالات المرأة هي التي تكون مظلومة أين المعضلة طيب من وجه النظر؟ المعضلة فيه إجراءات التنفيذ التشريع ده محتاج لنصوص تشريعية تشريع يعني مش القانون نفسه عندنا قوانين كفاية بس مشكلة تنفذها قانون الأحوال، الأحوال الشخصية ده فيه ظلم للمرأة فيه مماطلة في إجراءات القانون فيه كمان تلاعوا من ناحية الزوج من مفردات المرتبة في الحالة اللي الأستاذ بيذكر فيها إن هو بينفذ حكم رؤية هي ما بتنفذوش أنا عندي في المقابل واحدة بتنفذ ستة وستين مرة حكم رؤية وهو لم يأتي لم يأتي لتنفيذ حكم رؤية فهي مش حالات شخصية حنقيم فيها قانون الأحوال قانون الأحوال لو عايزين نعدلوه هنعدلوه كله ثانياً بس عاوزة أنبه على حاجة إحنا قانون أحوال شخصية ولسنا قانون مدني قانون أحوال شخصية إحنا بنتبق في مصر قانون الأحوال الشخصية وليس القانون المدني فلذلك إحنا بنرفض الاستضافة ولو قبلناها فإحنا لازم ضوابط ضوابط عن سن الطفل يروح لأبوه بعد قد إيه ضوابط عن استلام وتسليم ممكن يكون فيه هروب منع من السفر دارة جوازات بس فيه هروب داخلي طيب محمد إذا كان لك تعقيب أعلى مقالات الأستاذة دينا سريعا جداً وإحنا لين تمالية على طول بنفترض أن الأب هو الشطان والأم هي الملاك بس إحنا ما افترضناه شكداً لا كلامها كله بيدل على كده أنا بيرد عليها هي فكلامها على طول أن الأب الشطان والأم هي الملاك وده مش حقيقي ولا الأب على طول الملاك ولا الأم على طول الملاك معاكد ومن نسبة للمنظمات اللي بترفض الاستضافة يعني بحكم مثلاً فيه بيقولوا من خلفها للشريعة أو ضد نفسية الطفل طيب الدول الإسلامية الأخرى اللي بتطبق اللي استضافة هم دول كده ما عارفوش ربنا ما عندهم شريعة بيطبقوا ومن نسبة لنفسية الطفل لو كان مثلاً قانون الرؤية الحالي في مصر يعني سوي أو في مصلحة الطفل ليه ما شفناش دولة أخرى اقتبست نفس فكرة الرؤية اللي موجودة في مصر طيب سيدة نشفة سهلاً الخير بشكركم أهلاً وسهلاً أنا مش هتكلم في شريعة ومش هتكلم في قانون لأن ما فيش حاجة هتفيد اللي حيفيد حاجة واحدة بس الحب اللي انتم جوزتوا بيه الحب اللي انتم جوزتوا بيه في أول الجواز محدش تدخل الشريعة بس لتدخلت ده على سنة الله ورسوله سيبوا بعض برضو على سنة الله ورسوله سيبوا بعض بحب قابلوا بعض انتم الاتنين خرجوا ولادكم اتغدوا برا بلاش حكاية حكم الرؤية دي علشان احنا بنخلق مجتمع أصلاً تاني عشرات السنين قدام زي الزفت نفسياً واجتماعياً وأخلاقياً ودينياً وكل حاجة فاللي أنا بطلوبه بس كل يعني المشاكل آه بنبقى فيه شوية عنده شوية مش عارف ايه بس بعد فترة هنهدى لما نهدى حاولوا إن كل أب وأم انفصلوا أنا منفصلها من ست سنين معرفش بلدي فين أنا معي حكم رؤية مرمي في الدولاب فحكم الرؤية والحاجات جو كلها ما بتتنفس مفيش حاجة بتتنفس أنا قلت له خلينا عقلين إحنا كبار ومثقفين خلينا نقابل بعض خلينا نخرجهم مع بعض تعال أي وقت خلي مفتاح البيت معاك خش قعد معاهم ذكر لهم اعمل أي حاجة طبعاً في وجود طبعاً ماما أو أي حد من العيلة بس الولاد ما لهمش زنب لازم بابا وهم موجودين استجاب لا 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 خالص خد الولاد وسافر طب سيبه هنا فكرة الحب وأنتعام بالحب أنا بدعو الكده أنا بدعو الكده أنا لا عايز أتكلم في شرع ولا عايز أتكلم في قانون إن ده زي ما قالت الأستاذة حبرة على ورق فيش حاجة بتتنفس قانون من كل النواحي فيش حاجة بتتنفس في البلد خلينا إحنا دي مشاكلنا إحنا دي اللي إحنا حاسين بيها دي اللي هي بتوجعنا خلينا إحنا نبتدي ونحلها نحلها بشوية هدوء بس هو الحل يبدو جيد جدا لكن هل هو واقعي؟ خلينا استمع العراء من الطرفين من الرجال والنساء هو واقعي عشان إحنا موجودين في الواقع طيب أحمد أحمد كارم السلام عليكم أولاً أنا في الحقيقة باستغرب إن كل ما الأب ما يجي يتكلم في موضوع حقوقه في الرؤية ومتبعاته الأولاده بيتم الاستطراق لموضوع عدم أو تقصير الأب في النفقة طيب جميل طيب وماذا عن الأب الذي يقوم بكل أدواره في دفع النفقات وكل الأجور ليه بيتم مساوته بالأب اللي بتهرب من النفقات المشكلة إن البعض ينظر إذا جاز أن نقول كارت النفقة أو كارت المصرفات كارت ضغط كارت ضغط ببساطة على المرأة طب المفروض اللي بيني وبين أم أولادي شيء وبين أولادي شيء تاني أنا بفاجأ إن أم ابني ممكن تقوم بدور للأسف الشديد قطع طريق كده بيقولك إيه شخل عشان تعدي إدفع عشان تشوف ابنك ده هل هي أنا نفسي هي يكون عندها نفس الحرص بمطالبتها للمديات يكون عندها نفس الحرص إنها تطالبني بمتبايته كلنا بنشوف قدامنا نمازج كتير من غير طلاق أولاد بيكونوا عايشين في البيت في وسط الأب والأم وبيتم الإنفاق عليهم ببزغ شديد جدا بتعلموا في مدارس إنترناشنال ومع ذلك بتفاجئ إن هما تم إفسادهم أيضا أريد أن أستطلع بعض الأراء الأخرى طقا كيف نصل إلى هذه الحالة؟ قانون مدني مثلا قانون يعتمد على الشريعة مش قوانين خالص لكن لدينا بعض الحلول الأخرى مثلا مثل من يتحدث عن جماعيات أو مؤسسات أهلية يمكن أن تتدخل كمنطقة وسط إحنا عندنا مشكلة من قبل ما نعرف إن فيه جواز أو فيه طلاق إحنا عندنا ما عندناش وعي بالجواز والطلاق أصلا عندنا إحنا الإتنين بيرتبطوا وبنتجوز حصل مشاكل انفصلنا فكرة إننا وعي بأهمية الزواج وأهمية مؤسسة الزواج وقدسية الزواج بأنها سر من أثر ربنا سبحانه وتعالى ده مش موجود إحنا مفروض دور الفقه على في جميع البلدان تكون هي مصدر للوعي تتعمل زي حملات توعاوية كده نقوم بفكرة إيه نفهم الناس إيه هي فكرة الزواج إيه هي مؤسسة الزواج بس بعض الجهات بتعمل كده بالفعل يا طوقة مش كتير مش كتير مش ملموسة مش كتير لإحنا وصلين فعلا لتلاتة مليون حال الطلاق فكرة إن رقم ده رقم كبير جدا بمقارنة بعدها ده متزوجي فكرة إن كمان وجود جمعيات أهلية وتطلق قوانين إحنا نطلق قوانين فقط لكن إحنا بنطبقهاش العدلة البطيئة أشد ظلما من أنا أصلم بني آدم يعني أنت طاري إن القوانين ربما جيدة لكن إحنا بحاجة إلى توعية أولا ومتابعة أو مراقبة للتطبيق متابعة قانونية إحنا لازم ننفذ الأحكام ننفذها وتكون في رقيب كمان على تنفذ الأحكام طيب شايماء في عشر ثواني إذا كان لكيذي تعقيب قبل ما تدي المجلة حدثة إحنا كل يوم عندنا كل 24 ساعة أزياد من 250 حال الطلاق يوميا تمام كله بيتكلم في المشاكل اللي حصلت بعد الطلاق مفيش حد تتكلم عن إيه أسباب الطلاق تمام أو إزاي نتفادى الطلاق تمام دلق ليه تتكلمت في شيء مهم جدا أنا لما تكلمت قبل كده عن التجربة الماليزية وهي إن الزواج يكون برخصة تبع الشرع يعني حاسيت إن كله بيتحك عليها إن الزوج والزوجة طرفين حيتجوزوا لازم يخشوا معهد لتعليم ما هو الزواج الثقافة الحالة النفسية للطرفين الفقه كل ما هو التفاهم ما هي مواجهة المشاكل تمام علشان نتفادى الطلاق طيب أعتقد إن الكنيسة تطبق حالة من ذلك يا دينا مزبور الكنيسة فعلا عملت كورس ده لازم بياخدوا الخطيبين قبل الزواج بيتم فيه إن هم يتعرفوا على بعض وحددت مدة معينة تكون الخطوبة مش أقل من مدة معينة دون ذكر هي قدية بس هي مش أقل من ستة شهور بدون ذكر هي قدية مدة قدية قلتها ستة شهور مدة دي لي مش حاسة تقوليها طيب ستة شهور فضلوا هو القانون أهم حاجة مفيش بلد مفيهاش قانون عشان هنبقى يعني كده في غابة يعني لازم القانون يبقى متطبق يعني وماشي فيه عشان فيه ناس كتير وحالات كتير مثلا يعني زي الوافدين من سوريا مثلا هلان إحنا في عندي كتير حالات مثلا زوجين مع بعض متزوجين وأطفال فهذا متطبق من القانون الأحوال الشخصية فهو اللي ما بده يروح لعند مثلا هو مصر فهو هاي عبارة عن عائلة إذا ما تتأسست صح أو نبنى بإسمه صح فأكيد هيطلع مجتمع جاهل بالنهاية ايه الحاجة اللي عايزانهم يسهدونها؟ مثلا الزوجين بدون يروحوا لازم يصدقوا من السفارة السورية آه مش من هنا مش من هنا يعني عايزين يعملوا عقلات كتير قوي أنا أشكرك شكرا جزيلا للأسف هذا ما سمح به الوقت للحديث الموضوع شائك ويحتاج وقت أكثر أكثر فيه التأكيد لكن في النهاية أشكر جميع الحضور في هذا الحديث في نقطة حوارنا التي أتتكم مباشرة من قلب مكتبة الإسكندرية تحية خاصة مني أنا محمد عبد الحميد ترجمة نانسي قنقر